أهلا بكم من جديد والبداية من جمهورية مصر العربية حيث أغلقت البرصة المصرية عملت اليوم على تراجع جماعي في مؤشراتها تدولات عند بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه فاصل ستمائة وسبع وستين مليون هبط مؤشر السوق الرئيسي اي جي اك ثلاثين نسبة بلغت واحد بالمئة فاصل اربعة وخمسين ليغلق عند مستوى ستة عشر الف سبعمائة وسبع وسبعين نقطة فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اك سبعين نسبة بلغت واحد بالمئة فاصل تسعة واربعين عند مستوى الفين تسعمائة وستة وثلاثين نقطة انخفض أيضا مؤشر اي جي اك سمائة متساول أوزان بنسبة واحد بالمئة فاصل تسعة وستين عند مستوى اربعة آلاف ثلاثمائة وسبع وثمانين نقطة اما على صعيد الاسهم الاكثر ارتفاعا قفز سهم شركة المصرية العربية لتداول الاوراق المالية والسندات نسبة تسعة عشر بالمئة فاصل خمسة وثمانين ليغلق عند اربعة جنيهات فاصل واحد وسبعين يلي سهم شركة القناة للتوكلات الملاحية نسبةبلغت ثمانية بالمئة فاصل سبعة وثمانين ليغلق عند 21 جنيها فاصل 97 جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية نسبة 6% فاصل 27 ليغلق عند 0.27 جنيها عندما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية نسبة بلغة 7% فاصل 74 ليغلق عند 16 جنيها فاصل 32 ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري نضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عبدالهادي محلل أسواق المال مرحبا بكم على قناة أزهري ببرنامج أركام وأسواق أهلا وسهلا بحضرك وأهلا بالبرنامج وأتمنى بكم كل التوفيق والنجاح شكرا يا فانديم بداية البورصة المصرية شهدت انخفاضات جماعية كبيرة خاصة في نهاية الجلسة ما تحلل حضرك دكتور محمد طيب هو أولا بس البورصة المصرية في خلال هذا الأسبوع غلب عليه لون الأحمر في كافة جلسات الأسبوع يعني احنا لو بصينا في جلسة يوم الحد والتنين هنلاقا أنه هو برضا كثاثة لون الأحمر البورصة المصرية بس لم تتمسك إلا في جلسة أمس يوم الثلاثة ولكن بدأ تعاود الانخفاض مرة أخرى نعم ونهارتا انخفض بنسبة واحد لأربعة وخمسين من مية في المية يعني انخفض حوالي 200-62 نقطة واقترب من نقطة الدعم الهامة اللي احنا نتمنى أنه هو ما يكسرهاش اللي هو 16500 دي نقطة قوية للمؤشر بداية جلسات الأسبوع كان المؤشر متماسك عند 17300 قصر 17000 وسجلنا الانخفاضات اللي احنا شفناها في جلسة اليوم بالنسبة للمؤشر السبعيني على رغم انه كان أداء وكان خلال الأسبوع الماضي كان أداء متماسك طلع فوق 3000 وقال انه هيكمل غاية 3000 ولكن سرعان ما برضا لم يتماسك المؤشر السبعيني وبدأ ينخفض انخفاضات قوية النهاردة برضا نازل حوالي 41-49 من مية في المية عن 44 نقطة لو بصينا قيم التداول هنلاقي ان قيم التداول معبرة عن السوق الماضي يعني احنا بصينا في جلسة يوم الحد هنلاقي انه منفذ حوالي 1.5 مليار يوم الاتنين 81 من 10 مليار يوم الثلاث 71 من 10 مليار والنهاردة 61 من 100 مليار وبالتالي قيم التداول بدأت تنخفض في السوق المصري السيولة برضا بدأت تنخفض طب احنا ايه الاسباب الرئيسية الاسباب الرئيسية في انخفاض البورصة المصرية اولا تعصر البورصة المصرية بالأسهم القيادية خاصة البنك التجاري الدولي احنا بنبص على التجاري الدولي في بورصة لندن طبعا الامبارح كان المؤشرات الامريكية كلها ناسة حوالي 700 نقطة بسبب طبعا الخطاب اللي هو سوف يتم التصريح به النهاردة في محضر اجتماع الاحتياط الفيدرالي فيه تأسر كبير جدا ان هما ممكن يزودوا الفيدة على فترات طويلة وبالتالي ده برضا مش بعيد عن السوق المصري خاصة في البنك التجاري اللي هو صاحب الوزن النسب الأكبر في المؤشر لو بطينا لأسباب أخرى هنلاقي ان بيع الأجانب المستمر كان فيه بيع كثيف جدا للأجانب في خلال هذا الأسبوع حتى في جلسة يوم الحد بالأخص كان واضح جدا كان بيع حوالي 11 مليار المليون سوري النهاردة كان فيه بيع لكل الفئات يعني حتى الأجانب كان فيه بيع مستمر للأجانب في السوق المصري ممكن برضا كان احنا على نهاية شهر فبراير ده بيحدث الانخفاضات دي شهر فبراير على مدى سنوات الصبقة كان سيء جدا للبورصة المصرية ولكن تماسك فيه أسبوعين تقريبا في شهر فبراير مش مشكلة ان احنا نعدي نهاية هذا الشهر ونبدأ شهر جديد فيه ممكن يبقى فيه تماسك للمؤشرات نعم دكتور محمد ده ماذا يعني بالنسبة للسوق المال نجاح مصر في طرح أول إصدار للسقوك الإسلامية السيادية في تاريخها بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار أنا عاوز أقول لحضرتك أن السقوك التي تم إصدارها دي سقوك تختلف تماما هما بنتكلم على سقوك ما بين الأسهم والسندات نعم عشان كده فيه كتير قوي في الأوساط الاقتصادية بيختلف حول هذه السقوك إزاي السقوك وتقاطي عائد بنسبة 11% طب هل هي السندات ولا السقوك أنا أعتقابي شخصي إن دي ليست سقوك أو بالمعنى الصح بتحتوي على مميزات أو معايير للأسهم ومعايير للسندات في صورة السقوك السيادية أو السقوك التي تم طرحها وتميل أكثر للسندات لأنه بتدي عائد مرتفع جدا 11% وأنا عاوز أقول لحضرائك برضا إن لابد إن احنا نفصل بين حاجتين بين تأثير هذه السقوك على الاقتصاد المصري وتأثيره على سوء المال أو البورصة المصرية يعني أنا أعتقد الشخصي إن أكثر الأسباب برضا التي لم أفصح عنها في الحوار أن سبب نزول البورصة المصرية خلال جلسة اليوم هذه طرح السقوك التي تم طرحها وتغطية يعني بلغ قيمة الاكتساب حوالي 6 و 2 من 10 مليار دولار اتغطت تغطية كبيرة يعني إحنا 1 ونص مليار دولار لو بصينا لمميزات الاقتصادية لهذا طرح طبعا مميزات كبيرة جدا صحيح احتمت تغطيتها أربع مرات صحيح آه اتغطت أربع مرات ولكن مميزاتها للاقتصاد المصري إحنا النهاردة شوفنا سعر الدولار في السوق الموازي ينخفض انخفضات كبيرة طول ما إحنا حضرائك بنحاول ننوع المصادر الدولارية ده فايدة كبيرة جدا للاقتصاد المصري يؤدي إلى الغاء تام للسوق الموازي يحدث فيه حالة من حالات الاستقرار في السوق خاصة مع جذب مزيد من النقذ الأجنبي ولكن لو بصنا في الجزء التاني الخاص بسوق المال أو البورسة المصرية طب أنا دلوقتي كمستثمر أجنبي هاجه أستثمر في السوق المصري ولا ممكن أروح أستثمر في السقوك بعائد كبير جدا وسقوك مضمونة ضمان كبير بضمان الدولة وبالتالي بيحدث نوع من أنواع التخير بين الاستثمرات الأجنبية وده اللي أنا شايفه إن فيه تخارج في الاستثمرات الأجنبية في سوق المصري دائما أنا أشارت إن فيه بيع كثير جدا للأجانب وتوجه نحو هذه السقوك وبالتالي أنا بضع علامة استفهام إحنا دلوقتي الدولة المصرية في خلال الفترة القادمة عندها فجوة مولية تقدر بحوالي 17 مليار دولار إحنا بنحاول نسد هذير الفجوات وتم الإشارة إلى طرح الشركات للسوق المصري وطرح الشركات للقطاع الخاص وبالتالي إحنا عاودين حاجة من اتنين لإما نشجع الاستثمار لإما نشجع القرض وأنا بفضل إحنا نشجع الاستثمار لأنه هو بطريقة غير مباشرة هيجزب استثمارات أكثر من أي استثمارات أخرى أنا بتكلم عن وجهة النظر من الخاصة بسوق المال شكرا